السلام عليكم أهلا وسهلا بكم إلى معرض الصحافة نقدمه لكم مباشرة من أسجهات الشرق الإخبارية ونستهل هذا العدد الصباحي بأبرز العنوين التي جاءت بها يومية الشرق وتطالعون في صفحتها الأولى ملف الأدوية تحت مجهر الرئيس تبون ومنح بخمسين ألف دينار في مدة أسبوع للفلاحين بسبعة ولايات متضررة من الفيضانات الأخيرة تطالعون أيضا مشاهدين في صدري صفحتها الأولى فيما يخص الوضع بقطع غزة بعد العدوان المتواصل على القطع منذ أزيد من أربعة أشهر تقريرا بريطاني يعرّي الإعلام الغربية تحريفا وتشهيرا ومزاعم بمعادات السامية والإرهاب لتشويه المؤيدين للفلسطينيين تطالعون أيضا مشاهدين عديد العنوين الأخرى تعود اليومية في عنوان هاميشيلة جديد الخضر في أول تربص مع المدرب الجديد والقسط الأول لفياط الجزائرية بداية من 22 مليون تطالعون في تفاصيل هذا اليومية هذا المقال الذي اخترناه لكم وجاء فيها ملف الأدوية تحت مجهر رئيس تبون حيث ترأس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون أمس الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء خصص لتقييم الأضرار الناجمة عن الفيضانات التي مست مؤخرا بعض الولايات وتناول الاجتماع عدة عروض منها متابعة عملية الرقمنة ومدى تقدم المشاريع المنجمية المهيكلة في شقها الصناعي وتوفر الأدوية على مستوى المؤسسات العمومية للصحة وعقب عرض جدول أعمال الاجتماع عرض الوزير الأول نشط الحكومة للأسبوعين الأخيرين وقدمت بعده مداخلات الوزراء تفاصيل أوف حول مخرجات الاجتماع الوزاري برئاسة رئيس الجمهورية في الصفحة الثانية من يومية الشرق في قطع التربية اخترنا لكم هذا المقال وتتعنعون فيه ما ياليا مدارس بلا أساتذة بسبب كثرة العطل المرضية والأمومة حيث تشهد العديد من المؤسسات التربوية في جميع أنحاء الوطن شغورا في مناصب الأساتذة بسبب العطل المرضية طويلة المدى وإجازات الأمومة حيث بقيت المناصب الشاغرة من دون تعويض نظرا لعزوف خارجي الجامعات عن تولي وظائف مؤقتة وهي الوضعية التي تتجدد سنويا حسب يومية الشرق الأمر الذي يدفع بالمدرين إلى مبادرة باتخاذ إجراءات لتفادي ترك الأقسام التربوية من دون تأطير بضعوجية تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع تأتيكم ضمن يومية الشرق الصادرة بتاريخ اليوم اخترنا لكم أبرز العنوين الرئيسة التي جاءت بها الصفحة الأولى ليومية الخبر وتتالعون فيها مدر العاصمة يتمدد إلى وجهة جديدة في عنوان آخر منحة وتعويضات للفلاحين وضبط مخزون الدواء أقرها الرئيس تبون في اجتماع مجلس الوزراء أمس تطالعون في عنوان أخرى مشاهدين على رأس صفحتي الأولى فيما يخص ملف غزة غزة تستقبل رمضان بموائد فارغة وتطالعون في عنوان أخرى البوراك زينة الطاولة الجزائرية في شهر رمضان إذن ومنافسة شديدة بين نجوم دراما خلال شهر رمضان ومختلف البرامج تلفزيونية التي تقدمها القنوات خلال هذا الشهر الفضيل نتعرف الآن على أبرز العنوين التي جاءت بها يومية الموعد اليومية وعنوانت صدر صفحتها الأولى كالتالية رئيس تبون يهنئ الشعب الجزائري بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم ويهنئ أيضا أفراد الجالية في المهجر متمنيا لهم قضاء الشهر رمضان في ظروف حسنة تطالعون أيضا مشاهدين الرئيس تبون يقرر صرف منحة بخمسين ألف دينار لفائدة الفلاحين المتضررين من الفيضانات الأخيرة التي مست عديد الولايات وتخصيص اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة منف المدن الجديدة في عنوين أخرى مشاهدين تطالعون ضمن يومية المساء الصادرة بتاريخ اليوم مايالية تأتيكم يومية المساء بعديد العنوين خمسة ملايين من حال الفلاحين المتضررين من الفيضانات عادت يومية المساء لهذا القرار الذي قره رئيس الجمهورية خلال ترأسه لمجلس للوزراء أمس الأحد مواصلة تقارير متابعة الرقمنا التي سجلت تطورا ملحوظا اتخاذ الإجراءات لدفع بالمشاريع المنجمية الاستراتيجية واحترم أجلها المحددة اجتماع خاص لمجلس الوزراء لدراسة وضعية المدن الجديدة ضمن المخرجات وعنوين أخرى مشاهدين تكوين 58 ألف أستاذ في تقنيات التدريس بالإنجليزية تخفيضات تصل إلى 40% على المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان وتقول اليومية أسفل صفحتها الأولى أول رحلة للحجاج في 20 ماي المقبل على رأس صفحتها الأولى علينا تقوية الجبهة الداخلية وقلوبنا تعتصر لمعاناة شقائنا بفلسطين تطالعون مشاهدين في صفحتها الأولى من المصار العربي عديد العنوين والتي تأتيكم معنا النحو التالي تقول اليومية أن غزة تستقبل رمضان بموائد فارغة هي الأخرى والغزيين يستقبلون رمضان جائعين أزمة إنسانية خطيرة بسبب الإرهاب الصهيونية وفي قطاع التجارة استيراث 3000 طن من الدجاج المجمد في رمضان هذا ما كشف عنه المدير العام للدوان الوطني لتغذية الأنعم وتربية الدواجن حسن بن زازة عن استيراث 3000 طن من الدجاج المجمد لضبط سوق اللحوم البيضة وسيتم عرض هذه السلعة ابتداء من اليوم على مستوى نقاط البيع تطالعون أيضا مشاهدين عديد العنوين العربية والدولية في صفحتها الأولى من يومية القدس العربي ضمن صحفة العربية المختارة لنهار اليوم غزة الاحتلال يقع بشهداء في قصف على خيم نازحين ورمضان العرب هذا العام حرب ويبادة على الفلسطينيين وجوع في السودان واليمن وسوريا نتنياهو في ردها على بايدن أنت مخطئ وهنية يؤكد إسرائيل أفشلت الاتفاق عديد العنوين تأتيكم مشاهدين ضمن الصفحتين الأولى من يومية القدس العربي لكن بهذا نصل لختام عدد اليوم من معرض الصحافة شكرا على حسن المتابعة والإصغاء وصحافة توركو شكرا على مدنة